طبعا الرجل الأمير العام للأمم المتحدة اتكلم الكلام اللي يرضي ضميره وانا بقول حاول أنتوني جوتريش أن يوقص ضمير العالم وقال ليست هناك دولة فوق القانون الإنسان الرجل الوزير خارجي الإسرائيل قال له أين تعيش ألاست تعيش معنا؟ انت مش معنا تعيش فين أصلا؟ هجموا بصفاقة إسرائيلية واضحة ودلوقتي بيطلبوا بعزله لسه قبل وانا بكلمكم من خمس دقائق وعشر دقائق بقول لكم الرجل ده قد تكلفه هذه الكلمات منصبه قد يكلفه منصبه وقطعا لن يجدد له في دورة قادمة قولا واحدا دلوقتي إسرائيل بالطالب بإقالته بالطالب أنه هو يعزل ليه؟ لأنه قال كلمة حق لأنه قال كلمة حق طلبت إسرائيل بعزله الأمين العام المتحدة معرض دلوقتي في عملية إرهاب تاني هو ما قوله هو ما نشيت إسرائيل تمارس إرهابها على الأمين العام للأم المتحدة إسرائيل تهدد الأمين العام للأم المتحدة نظرا لأنه قال كلمة الحق وكلمة الحق من قسين ليست هناك دولة فوق القانون الإنساني وطلب بفتح ممرات عاجلة للحالات الإنسانية ومساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دلوقتي بيطلبوا بعزله بيطلبوا بإقالته ليه؟ لأنه قال كلمة حق دا الواقع يا جماعة دا الواقع ترجمة نانسي قنقر